القوات المسلحة الدعوة لشباب مصر ممن يملكون الخبرة والكفاءة في القيادة والعمل على المعدات الثقيلة وذلك من السائقين والمساعدين وعمال التشغيل للتعاقد مع الهيئة الهندسية للعمل في مشروعات التنمية بمحور قناة سويس والمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة ضمن قوافل التعمير والتنمية بالمحافظات وحددت القوات المسلحة في بيان لها شروط المتقدمين للوظائف وهي أن لا يزيد سن المتقدمين عن 45 سنة وأن يكون ملما بأعمال الصيانة الدورية لهذه المعدات على أن يرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية وشهادة الميلاد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت وأعلنت القوات المسلحة إنه سيتم تقديم وقبول الطلبات بمقر إدارة المهندسين العسكريين ترجمة نانسي قنقر